يالله المطعم ريحته بتشاهي وكل شيء بتشاهي هذا الفيديو اللي عبستناء انا من كل السلسل اللي احنا عم بينا شو طيبة؟ المصايم المصايم، مشاكل، مخدرات كل شيء بالخبو يلا 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 انت بتاع في انو نص واشتركينا بالقناة هون من الشعب العراقي اي باشا طيب وشو فينا نعملون هيك لحتى نتشكرون اصير في بناتنا خبز وملح روح بناكل مطعم عراقي يالله يومي مرحبا عيلتنا رمضان كريم للكل ان شاء الله تكونوا كلكم بخير ان شاء الله كل عام وانتو بخير يا اهل العراق الاساطير اللي عطول دعم تعليقات اي شيء اي شيء بفتر بالك لك عن جد الطف عالم كانوا تعليقات ولا متابعين عن جد عطول انتو الطف ناس تحية كثير كبيري ويلاف يو طبعا يا جماعة اللي بديو شوفني مو متحمس كتير بلعكس كتير مبسوط ومتحمس لنعمل اخيرا في فيديوهات اللي ثلاثة اسابيع مرضانا او اربع اسابيع مو انتو ماركس الفيديو عيد ميلاد ماركس معتو صوتي مرضان فيديو تحدي الضحك شوف تخيل من انتو والفيديو التحدي الماضي ولهلق بعدني مرضان يا جماعة اليوم الحماس مليون مليون اخيرا رح تجرب الاكل العراقي عن جد هذا الفيديو اللي عبسترناه اني من كل السسل نعم بينا كتير بشوفهم اولا مرة ضقتو صراحة ولا مرة شو مرة رحنا عمطان الرافق وجربنا لا والله نحنا نهائيا يعني ولا مرة نهائيا ضايحين الاكل هلق اول مرة رح نلوقو واذا كنتش ديلا على القناة فلا تنسى تحط لايك شير سبسكرايب نحب كثير خلينا نبلش طبعا قبل ما نروح نبلش اكل بدنا نوصل الفيديو لميت لايك بس يعني طلب كثير سهل وبسيط هذا المطعب يا جماعة واخيرا وصلنا يا جماعة كنا لحنا نعمل حادث اسطوري حادث بخوف نحنا اوني كنت اعمل لحالك انا كنت عبصة طبعا لون منطقة ببرلين يا الله طيح تحسوا ها نكون يا الله المطعم ريحته بتشاهي وكل شي عبدو ببين شوف في زلمي وراي في زلمي وراي ها ناكو عبي اعمل خبز عراقي مشاهي جارب الرز الاصفر عندك كونه طلبنا رز ابيض شو لايك هيك ها بتجي معا كمان شورة بكا انا بعد ازنا كاي الوجب لشخص ولا لاثنين لاثنين كافي شو اشهر اكلي بالعراق شو اكثر طبق اكثر شي عراقي مشهورة كثير بالعراق هاي براي طيبة طلب وخوصة جماعة كتبونا بالتعليقات شو اشهر اكلي بالعراق طبعا احنا احنا هون قاعدين والزلمي قدامنا عبيعذبنا وعبيحط خبز الصاج العلاقي اليدوه عم نستنى تماما قاعدين حد القزاز طبعا يعني فوق انو نحنا بمطعم عراقي والاكل كله ريحت طيبة وبتشاهر وبين من منظر وانه طيب كمان الجاو حلق يعني ايه والله جاو صديقي حمد الله ضل بس طيب اخوكن ابوزون لانو كل المرض نازل عجسمي وقاعدك مثل الحال وانت تبدي ينزل يعني مو قاعد مو قادر اقعد والله العزيم مو قادر اخبار ياخدوا بيطلع خبزي بنص وجهية خلينا ندوح الشوربة جاي متل شوربة عدس شوربة عدس شو حطين فيها شغلي بس متل فيها فلافلي ببركة على طعم ببركة تماما اروب انا طلبت سبحان رز ابيض مع لحمة غنم طبعا اي شوربة يا جماعة بذكرتني على شو اسمه لكلام مطعب الهندي ما حضر الفيديو الهندي كمان بوح يحطر وصف راسال الفيديو كمان كان اكل كتير طيب فمنشان هيك لحخب الشوربات للخبز بس يجي الخبز لانه بتوقع طلعه طيب ما فيه شوربة ثاني طلبنا شي هيك مثل فيه بتنجان وايك شغلات قالنا هذي كتير طيبه بالعراق هلق رح نجرب اسمه طبعا هذول السود هذول من ملح طبعا هذول السود هذول من ملح شايفين الثلج الثلج وايكي با هي الكازي با مضيب صحة يا ملون صحة طبعا عشق عشق العيلان عندي عشق بس المطعم اللي ما ببيع عيران مش مطعم يعني اول شي سرعة الاداء مو طبيعيشين في مسرعة بسرعة بسرعة جابولنا تذكروني بتذكر بالاكل المكسيكي كداش ضلينا عميه كل من تشتنينا فيونا عفكرها اول مطعم نزل فيديو الاكل الهندي نحن عم ستنك لنا الاكل المكسيكي يلا بصرها بجربك الريحة بتمام وتريحة هاي طلبت اني برياني مع عجاج وليال طلبت هون رز مع لحم هاي طبعا هاي المرقة المتنجان هاي الشوري ليه كل خبز ما احلا اوه ماي الله نالله ملول دقين لها الرز من شو بو لحمة اوه لحمة اوه لحمة شوفو كيف نستوية عالاخر هايجار بأول شى بدون target بسم الله هممممممم مجنن نزا كانח سوف أطلب لحده. إنه منجاز. هيا. أولا سوف أضغب لكم. سوف أضغب لكم. سوف أضغب للمعاً. سميلا. يا الله مأطيبه. مطبيعي. يا جماعة مثل مطبقة السورية بس بطريقة رهيبة. هناك صوص مطبيعي مأطيب. تعالوا لنجازه. خالبنا. نشوف شو حطينا بالرزة العزبوب والفلافلي. معكم أحلام. سبيب وبازيلا وفلافلي. وأنتو ما بتخيلوا تراوة إلا تلجاج واللحم. لك. لك. ولك في كلها مجرد كبار. بخار مسحول على المتطبع. لك. ساولي هنا. لك. لك. طراوة. واو. اوه مع احلاس ان الاخين كانوا اهلا ارحمونا يعني اهل العراق فوق ما انتو طيبين كمان اكلكم طيب والله كتير جالبت الخبز مع احلاس ان هون رايح خلص نحنا عراقيين الله اول مشوار على الوطع العربي رح تكون على العراق المتعب كلها قمي المتعب يعني ما بتفقد متعتها ابدا عنجاد شيء اسطوري خلينا نعمل اكثر مكسيس خلصة العراق كيف ما بتعرف ما بتتلغش كيف بكتاكل شو اللي بكتاكله باللقم الجاي كله اطيب من بعضه شاكلنا معد رح نغير الدول بس الفيديو الجاي جربنا فطور العراقي الفيديو البات جربنا العشاء العراقي شاكل نجرب كل مين ولي عنده طبعا هاي عشاء قابي ليان متفيع ما اطيب كله كله بشاكل يعني بسمعوا الاكل العراقي انو طيب بس ما تخيلت لهالدرجة اكتبونا اكلات نجربوا طبعا اي اكل من اي دولي بتكون بنفس الدولي اطيب كثير من الدول فتخيل نحنا بألمانيا نجربها اكل عراقي تخيل انو بالعلاق هونيكي بتاعي اكلين مان اني يا جماعة مكثر من الاكل طيب ومستعجل حس هاي بدي اكل بسرعة فشوبت جد يعني تقييم مليون قد الحماس اللي كنت متحمسته هذا مشجعني كشي سلسلة رمضان جد ايه نسيت قلكم انا حكيت لكم اني مرضان قلكم ليش عب احكي لكم اني مرضان لانو نحنا نوين جاهز لكم كلنا بالسلسلة طبعا لمضان كل يوم فيديو كل يوم فيديو بس لاني مرضت ابدا ما قدر تحرك اقوم من الفرشي مشان هيك نحنا كتير تأخرنا عن الموضوع فاللق نحنا ضال بعد اسبوع ببلش رمضان تقريبا فنحاول نزرق شوية وقتنا وايك لحتى نحاول نعملكوا قد ما فينا فيديوهات حلية مثل الخبز المشروح بسوريا اه خبز صاج اخبت بتحس مو معجة مثل الخبز المشروح اللي بسوريا اه الخبز مبعش اسمه بس ينحط بالفرن الحجر هذا اللي بفوته اللي رغيف لجوه كسبونا شو اسمه مشان مشتريه اللي حاله العالم بالمطعم والقراصين اتفرجوا علينا وكأنه نحنا بحياتنا مو مكتين من الفرحة اللي عم شوفونا نحنا عم بها يعني وقت سألتوا للقراصون انو شو اتلي مشهورة بالعراق نصحنا بيها لأطلبها عم دو غري حط ايدو على واجبتي هاي خلي طلبي هاي هاي اطيب شي يعني بالنسبة لي على الطاولي اسوأ شي هو شو اسمه الشوربة 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 لانو نحنا لأ لا هي موسيقى طيب بس نحنا بسوريا متعودين على الشوربة تكون لونة أصبر وبس تكون فيها عدس الأحمر وبكون عدس أحمر تحطوه بصير أصبر بس هون شوربة العدس كأنه نحطين فيها فليف مثل محكة ليال يزان جاي على المطعم يعني ما بيعرفش عن الأكل العراقي بحيات المجدار اني كمان مذايفتو بس من الوقت عرفت المحكة ليالها المطعم العراق وانا قاد يعفرجوا أكلات العراقية تغييق التقديم الخبز كمان حلو شوف عشوف عالتين مياه بس هناك المكان العربي عن جد يعرف هاي بس سؤال هاي فيها بتنجان والسحر بتعملوا السحر بتحطو عليها بتنجان انتو بتاكلوها عطول مع الأكل بتحطوها مقبلات ولا انجدنا هاي مع الشربات يعني لانو اي نحنا عنا ياها طبخة نظرت لك تياما منطبخة بناكل فيهن نحنا عنا تقريبا متشبهها فالنقنا لا أعرف كيف معمولي هون بس نحنا منقطع الخذرة بنقليهم بالزيت الغميم بعدين منحطوهم مع بندورة وبصل وهيكو بالفرع حب حال والله عظيم اختنقت والله اسمع ضقتها مقادر يتلك الأكل شوف يتصار صحومنا بالله عليكم فيه واحد يترك هاي الهدري فيك بدون ما يغطوا بهاي وياكل نفتجيني قال بترك هاي الصحن معبه وفل يعني خلاص؟ رح الرحم حالي خلاص طنجر آية خلاص هذه الكتاة من المجتمع شاكرا خلاص محلات، فعاليات، حفلات، أي شيء يتلقون مصائب، مشاكل، مخدرات، كل شيء يتلقون بس عن جد حلوة المنطقة يعني تحسوا حالكم في دولة عربية عن جد يعني شبس أكلنا أكل عربي اليوم؟ كل المنطقة هيك ونسي كلها شوارع مع باية راح نفوت على قراج السيارات اللي يأكل باب تبعا منذكر المرايا اللي تفوت عليه أصدقائي لهم بكم خلص الفيديو لا تنسوا تحطوك لايك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة